هنبدأ دلوقتي بقى جماعة نشتغل او نتناول موضوع الفوليومتريك فرونوي او ثري دي فرونوي وطالما قررنا نشتغل على ثري دي فرونوي فهنا هنبدأ نستعين ببعض السكريبتس الجهازة اللي موجودة وانا هعمل كده بوكس او سامبل بسيطة ما ننساش افاربعة مهم جدا افاربعة جماعة عشان اي تكسيريات تتم على الفوليوم ده تبان بوضو معنا هرجع كده وعندنا هنلاقي في الفولدر الخاص بالسكريبتس جوه الفرونوي في بعض السكريبتات الجهازة هنبدأ الحقيقة بفرونوي 1 هو تم اعادة تسمية السكريبتات دي باسماء تانية عشان تساهل بس عملية التنظيم لكن هي هتلاقيها السكريبتس دي موجودة بعد طبعا تنقيح اكتر مني ممكن خمس تلاف سكريبت دي مجموعة السكريبتس اللي تقدر تشتغل معنا وتم اختبارها وان شاء الله ما يبقاش فيها اي مشاكل مجرد ما هتجي تقول له pick object انت كده اخترت المجسم بتاعك ممكن تختار اي مجسم باي شكل اي عنصر بين اي ما فيش اي مشكلة وقرر عدد التكسيرات او عدد القطع اللي هتنتج من بعد الفورو نويدة ما يطلع فحقول له break intent مجرد ما نطلعه بريك على طول خلاص فعلا ظهرت عندنا القطع المختلفة هي برضو حركة اللي هي بنفس اللون ممكن نبدأ نعمل اسكيل اتاكد لو سمحت في اسكيل بتاعك ان انت مختار الاختيار ده اللي هي كل القطع تصغر اللي هو واحدة فكده هتبدأ تبعان معنا اهو كده احنا عملنا بداية الفورو نويد هنا بقى بيعتمد على حسب انت تفكيرك المعماري والله انا كان ممكن مثلا لو انا بعمل فوليوم لأوفيس بيلدنج او حقرر اخدي وعمل لها دليت مثلا بحيس بداية المكان بتاع المدخل بتاعي بعد كده ممكن نختار قطع زيدي وعمل لها بعضو بريك بس يكون عدد القطع اقل شوية في حدود مثلا خمسة اقول له تاني اختارها اقول له تاني فممكن بعد كده او جاي فاتح مسلا من جزء منها او اخلص جزء ده كله افتحه وبعد نعمل تعديل خلي دي زي مثلا ممكن اخلي الجزء ده يكون بارز آآ شوية اخلي الجزء ده صغير شوية وآآ غاطس للداخل مسلا هنا بقى يعني قدرتك على التشكيل المعماري هي اللي هتدخل معنا هذا الموضوع طيب انا كده عملت اول آآ او اول كتلة تعالوا ناخد افكار بقى مختلفة من ضمن الافكار اللي ممكن نعملها لو انا حبيت اطور شوية بقى الموضوع حاجة اختار الكيوب الجديد ده هقول له بعضو لو سمحت كسرها لي زي ما كنا عشرة نسخ مفيش مشكلة هقول له اوكي بعد مكسرها عشرة نسخ انا محتاج ان الاجسام دي كلها تبقى جسم واحد فممكن ناجي على كلمة اقول له collapse 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 selected لو قلت له collapse selected اصبحه كيان واحد بس ده ما يمنعش ان طبعا الكلام ده انا هحول له poly ما يمنعش ان كل كتلة من هزي الكتل برضو مستقلة فنا ممكن اجمسح ده مثلا لكن ممكن كمان كوتاج اختار كل السيجمنتس اللي موجودة عندنا وقول له لو سمحت create shape from selection يعني عايز الاشكال دي على هيئة اشكال 2D وخليها linear لو سمحت مش smooth وحقول له اوكي لما عملت انا القصة دي دلوقتي انا هرجع تاني للبولي وسي مسلا همسح الوزء ده كمان او عايز امسح مسلا يمكن كتلتين مسلا من هنا هنلاحز دلوقتي ان فيه شكل سنائل ابعاد بيمثل موجود عندك فممكن تقدر تاخده بعد كده ومن قيمة حتى تقدر تقول له لو سمحت خليها بسماكة كده ليه سمك وحخلي السمك بتاعه يكون يعني اصغر شوية عايز القطاع بتاعه عفوا عايز القطاع بتاعه ريكتانجولر بدل ما هو آآ ممكن بس طبعا نزبط القطاعات بتاعتك عشان تبقى لحد ما مقبولة حابب تحط عليه موديفار sweep في المقابل بدل ما تعمل القطاعات برضو ممكن فعندك هنا الحقيقة مجموعة من ال options كبيرة جدا جدا يبقى هنا كده حصلت على ده وممكن بقى خلي ده ازاز اخلي جزء منه زجاجي اخلي جزء منه concrete دي برضو احد الافكار التانية حابب يكون apparent او ظاهر من بره ماشي حابب يكون من جوه برضو ماشي حابب تاخده كstructure فقط من غير الكتل آآ برضو كل ده مفيش اي مشكلة فيه امكانيات ال script ده عالية جدا جدا تقدر توظفه على اي مجموعة من او اي اشكال او اي شكل من التكوينات المعمرية وتقدر start experimenting ابدأ اجرب وبدأ اشوف امكانياته بتشتغل ازاي